في سؤال أحد الملحدين بيقول أنا أعتقد بأن التاريخ الديني مليء بالأساطير والخرافات أهمى قصة مريم العذراء كيف لي أن أقوم بأن مولود يأتي بلا نطفة أب وبلا معاشرة وكيف لها أن تمارس وهي الجنس وهو رغبة وفطرة طبيعية ومنطقية عند الإنسان شيء غير مقنع على الإطلاق لذلك أنا ملحد يرد علي أن أقوله إيه هو بيكلم عن موضوع الموضوع اللي هو بيقوله ده ربنا سبحانه وتعالى يا حضرات ألف آية وحدة آية وحدة في سورة آل عمرون يعني تقديرا لسيدنا المسيح اللي هو كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح من تحية إجلال وتقدير لهذا النبي العظيم سيدنا المسيح اللي ذكر في القرآن سيدنا المسيح ذكر في القرآن أكثر ما ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون يا أيها الإنسان الذي تعترض على إنه إن المسيح اتولد من السيدة مريم بلا أب تقدر تقولي أنت أصلا اسمك إيه بني آدم تقدر تقولي مين آدم ده كيف خلق آدم لا مين أبو آدم طيب فربنا بقول أنتم متعجبين إن المسيح اتولد من أم ومش متعجبين إن آدم ما عنده كوش لا أب ولا أم لا أب ولا أم طب السيدة حواء من هي أم السيدة حواء هل السيدة حواء كانت في رحم امرأة مكثت تسعة أشهر في رحم امرأة إطلاقا فلما بيجي يتعجب في أصل الخلقة فربنا بقول له هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة طب أنت حضرتك يالي بتمكر وجود الله تقدر تقولي أنت بس أنت اتخلقت إزاي يقولك من رجل ومرأة أيوة إيه بقى هي النطفة نقطة المية هي النطفة دي تخلق بني آدم طب جت إزاي يعني طب مين اللي خلق النطفة دي طب مين اللي عمل ده طب من الذي رعاها هذه النطفة حتى النطفة علقة ثم العلقة مضغة ثم المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم تيجي نفخ الروح من تسعة شهور مين اللي عمل ده مش هو ربنا سبحانه وتعالى طب اللي عمل كل ده أنت مستصعب أنه يجي يعمل ده ده ربنا بيقول له في القرآن بيخاطب الناس اللي بينكره ربنا واللي بينكره أن فيه بعث قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد يعني أنت مستصعبنا بلاش أنت مستصعب خلق المسيح عليه السلام وعلى جميع انبياء الله أفضل الصلاة والسلام أنت مستصعب أن تخلق من واحدة ست بلا رجل يعني من سيدة مريم بلا رجل لخلق السماوات والأرض أكبره من خلق الناس حضرتك يا أيها العاقل منبهر بعقلك تقدر تقول لي إيه السماوات والأرض دي اتخلقت إزاي؟ هو خلق بني آدم حشا لله يعني أصعب على ربنا ولخلق السماوات والأرض العلم الحديث ما قالكش أن فيه سبع السماوات العلم الحديث ما قالكش أن الشمس تبعد عننا 150 مليون كيلومتر العلم الحديث ما قالكش أن الأرض بتدور حركتين واحدة حول محورها وواحدة تانية حول الشمس العلم الحديث ما قالكش أن البحار دي أن تلتين الكرة أرضية بيسا العلم ده ما قالكش ده اللي عمل كل ده يصعب أن يخلق بني آدم بلا قب ده إذا كان خلق بنيا ندم أيوة خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون